في ليلة ظلماء قال لها أنه سيتزوج عليها انتهت الليلة فاختفى ضيا قصة غريبة لرجل من أهالي منطقة سبع البور فقيد بعد أن دخل بيته قبل أكثر من عام ثم غاب بعدها وأصابع الاتهام بقته تؤشر نحو زوجته كما يدعي ذوه في يوم 10.10.2020 الساعة 9.30 مساء جالس هو وأصدقاء قريب على البيت مالهم جدا فدخل البيت وزنجل البيت حسب الدعاء أصدقاء الموجودين بالمنطقة إجت إنا قالت إذا ابنكم من خطف أو من قتل أو صار عليه حادث أو جهة أمنية أخذته أنا أبلغتكم بهذا الموضوع أنا أتهم زوجته وأبنها وعصابه من ضمن المنطقة أبقتل ابني وأخفى جثته أكثر من عام وما تزال أم وضياء تنتظر عودته من السفر كما تقول زوجته عن غيابه رغم أنه لا يمتلك جوازا مدة لم تتمكن بها عائلة المفقود من معرفة مصير ابنهم رغم مسيرهم بالإجراءات القانونية وتيقونهم بوفاته وهذا ما جعلهم يطيقون نداءات للجهة المختصة لإيجاد حل لهم حتى جثت من الدربية وين من هذه الحرقات هذه الزبت بالماء غرقوا وزبوا بالماء أطلب من الله ومن المخلصين أن يشوفوا لحل القضية راح ابني بعد ما أشوف أنا قابلها بيومين شفتها والله شفتها وقال يما خلصيني من عددها يما لا يما صاحب جهال لا يما ابنك علاوة شبيل لتي جنبيتك لا يما وراك شمات تفصيلات مثيرة للجدل حيال ما وصلت إليه المشاكل الزوجية بقصة يبقى حق الرد فيها مكفولا للجميع أثر دم بأماكن متفرقة هذا ما تبقى من ضياء في بيته أما جثته فالجميع يبحث عن الجواب أين اختفت تساؤل تطرحه عائلة الفقيد للجهات المعنية من العاصمة بغداء بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر